مشاهدين إنما كنتم أهلا ومرحبا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية والعبرية وسنقرأ وإياكم أيضا مشاهدين في ختام هذه الجولة بعض العنوين من الصحافة الإلكترونية دعوني الآن أبدأ وإياكم باستعراض العنوين التي سنعرف تفاصيلها خلال هذه الجولة فأبدأ من الصحافة الأجنبية تحديدا من صحيفة الجارديان التي عنونت وكتبت هذا اليوم على أرض الواقع في اليمن لا يبدو أن الحرب ستنتهي قريبا أما صحيفة انديبيندانت فعنونت هذا اليوم وكتبت سويسرا تصوت لصالح حظر النقاب فيما موقع ميدل إيست مونيتور هنا فكتب عباس الرئيس الفلسطيني يسعى لوأد الفتنة في حركة فتح قبل الانتخابات الفلسطينية فيما موقع ميدل إيست آي فعنون الولايات المتحدة تقول سنتخذ كل ما هو ضروري للحماية بعد هجوم العراق أما في صحفنا العربية فاخترنا لكم مشاهدين بداية هذا العنوان من صحيفة فلسطين التي كتبت استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس والمقاومة تفتح تحقيقا في الأمر أما صحيفة الأخبار اللبنانية فعنونت وكتبت هذا اليوم حزاب السلطة تخطف الشارع صحيفة اللواء تحدثت هذا اليوم وكتبت السعودية تحذر العالم وتقول إرهاب الحوثي يستهدف إمدادات الطاقة ومن الصحافة العبرية اخترنا لكم هذا العنوان من موقع والله العبري الموقع كتب خطة عسكرية جديدة للقتال أمام حماس كما وسنكون معكم أيضا في فقرة كاتب ومقال مشاهدين ضمن جولة الصحافة لهذا اليوم المقال الذي اخترناه اليوم تحت عنوان خيارات بايدن الصعبة في أفغانستان لكاتبه حسن أبو هنيا الذي سيكون معنا أيضا عبر سكايب ثم وفي آخر محطات جولة الصحافة سنصحبكم كما أسلفت في قراءة سريعة في عنوان بعض المواقع الإلكترونية سنقرأ في عنوان موقع الجزيرة نت وموقع الخليج الجديد وسنقرأ أيضا العنوان الرئيسية لموقع عربي 21 سنختم بقراءة العنوان ضمن موقع بي بي سي عربي لكن الآن مشاهدين دعونا نبدأ بفتح الباب النقاش لمعرفة تحديدا التفاصيل التي وردت تحت هذه العنوان وأبدأ من الصحافة البريطانية وقبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا عبر سكايب من لندن الصحفي إبراهيم درويش دكتور أهلا بك معنا بداية أهلا وسلم كالعادة دكتور دعونا نبدأ من صحيفة ألغارد الصحيفة التي عنونت اليوم وكتبت على أرض الواقع في اليمن لا يبدو أن الحرب ستنتهي قريبا لماذا ترى الغاردين بأن الحرب لن تنتهي؟ إذا طلعت على الخبار والحملة التي شنها تنظيم الحوثي على مأرب يعني أن الحرب ليست في وارد الانتهاء ولكن المقال الذي كتبته بيثان مكرنان يعني غطت حداث اليمن ونقلت الكثير من القصص الإنسانية والمعاناة للشعب اليمني بسبب الحرب تتحدث في تقريرها هي تجمع بين الدكريات وكذلك أيضا بين المعاناة اليمنية وتتحدث عن الحرب اليمنية وكل هذا نعرفه باتت حرب في ثلاث حروب هناك الحرب بين الحوثيين وحرب في الجنوب والحرب مع الحكومة اليمنية كذلك الحرب التي يشنها تعالى بقيادة السعودية بالإضافة إلى خلايا تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة في الصحراء وهي تجمع تقول أن اليمن مكان عزيز عليها وكذلك أهله وهي أيضا تشير إلى زيارة في منطقة مأرب التي تعرض الآن لهجوم الحوثيين تقول أنها عاشت بعض الأيام الجميلة مع الناس نازحين من اليمن المعرب يعيش في أكثر من مليونين نازح أو نسمة وإذا سيطر الحوثيين أو اقترب الحوثيين من المدينة فإن هناك موجود نزوح كبيرة ستتعرض عليها المدينة بالإضافة إلى تقول أن السبب الرئيسي أن اليمن لم يكن على الرادار الدول الغربية أو الرأي العام الغربي هو أن الحصار المفروض على اليمن من الجوي والبحري وكذلك لم يتسنى للسكان اليمن أو المهجرين والنازحين من الحرب اليمنية للوصول إلى الشواطئ الأوروبي إلى يونان وغيرها ليقصوا حكاياتهم ومعاناتهم التي عانوها بسبب الحرب وويلات النزاع في بلدهم بدون خوف من الأطراف المتنازعة وتقول أن هذا كان أسبب من الأسباب التي لم تلتفت إلى الدول الغربية التي تزود الأطراف المتحاربة بالسلاح في هذه الحرب البشعة والحرب التي اعتبرتها الممتحدة أسوأ كارثة إنزالين في العالم كذلك تتعرض إلى مسألة المشاكل التي يعاني منها الصحفيين تقول أن التحالف التي تقود السعودية لا يعطي تأشيرات للصحفيين الذين يريدون أن تغطية هذه الحرب والخيار الوحيد هو الدخول إلى اليمن عبر جنوب عمان حيث يتم إذا كان الصحفي أو المراسل المحظوظ واستطاع أن يقنع حرس الحدود هناك أو مسؤولي الحدود فأنه يسافر من عمان إلى عدم في رحلة تستغلث ثلاثة أيام وهي طبعا رحلة مرهقة يعني هي في النهاية تشير إلى جمال اليمن تقول أنه اليمن يعني الجمال غطأت عليه النزاع والآلام الحرب الجبال والحضارة العميقة وكل هذا نعرف أن اليمن بلاد عميق وكان في الماضي يسمى البلاد السعيدة وتقول أن أجمل القهوة هي تأتي من جبال اليمن وكذلك العقلاع الجميلة على الجبال يعني تبدو كأنها متمشبتة بأطراف الجبال والسعوب التي تغطي المزارع الخضراء وما إلى ذلك من الرؤية أو المسحة الرومانسية التي تسمى بها المقال هو عبارة عن تحية من صحفية يعني عاشت مع اليمينيني وأحبت اليمن وتتمنى اليمن الخير وتتمنى أن تنتهي الحرب لكنها تقول أن هذه الحرب لن تنتهي خاصة أن رئيس بايدن ركز على اليمن في أول خطاب له لأن الظروف ليست مواثية وإلا أن الحثيين أنفسهم كما أشرت في داخلهم نقاش حول الاستمرار في الهجوم على مأرب أو القبول بالصفقة المعروضة لي دكتور إبراهيم أنا لا أعرف سراحة من خلال هذا الحديث ومن خلال هذا التقرير إذا ما كان هذا التقرير عاطفي أكثر منه قراءة واقعية لأحداث هنا لو أخذنا العنوان على سبيل المثال على أرض الواقع في اليمن لا يبدو أن الحرب ستنتهي قريبا هذا عنوان حقيقي والوقائع الأخيرة في اليمن تشير إلى التصعيد أكثر منه إلى الحل لكن من زاوية أخرى أيضا يقال بأن الجماعة الحثية على سبيل المثال تصعد وتصعد أكثر من أجل كسب مزيد من الأوراق المطروحة على طاولة المفاوضات وبالتالي قد نكون نحن أقرب إلى انتهاء الحرب من هذا العنوان الذي يمكن اعتباره بعيد وفيه نوع من العاطفة ربما للصحفية الحثيين ليس لديهم أي وارد قد يكون العنوان عاطفة لكن المقاري فيه الكثير من الحق وتتعدى في قول الحثيين بين طرفين إما الاستمرار في الحرب وفرض حقائق جديدة على الواقع أو أن يقبلون بالسفة المعرض عليهم لأن السفة المعرض عليهم جيدة فتح الحصار وإنهاء الحصار الجوي والبحري بالإضافة لإعتراب بهم كمكون شارعي مهم في أي عملية تسوية سلمية أو تشارك في السلطة في البلاد وهذا طبعا إنجاز كبير يجب أن يفكروا به لكن اليمنيين الحوثيين يعتقد أنهم ينتصروا وأنهم يسيطرون على معظم الشمال وغرب البلاد فالتنازل بالنسبة للأيديهم أمر غير وارد ننتقل من صحيفة تل جارديان معك دكتور إبراهيم ونتحول إلى صحيفة وعنوان جديد الآن إلى الانديبنتنت الصحيفة كتبت في موضوع تشهر بشكل كبير في الأوساط المسلمة حول العالم سويسرا تصوت لصالح حظر النقاب إذن نحن أمام قرار جديد ضد المسلمين في أوروبا دكتور نعم أصبح موضوع المسلمين هو موضوع يعني يعني يستقل من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة أو الجماعة الشعبوية خاصة فيما يتعلق بالزي الإسلامي وكذا كبناء المساجد ودائما يتم التلويح بالخطر الإسلامي رغم نسبة المسلمين قليلة يعني حتى لا يكون هناك يثار هذا البعض وعامل الإسلام لكن الاستفتاء الذي تم في سويسرا يوم الأحد كان على عدد من القضايا هو جزء من ما تسميه سويسرا الديمقراطية المباشرة وكان موضوع النقاب أو البرقع أحد القضايا التي تصوت عليها السويسريين وهذا تذكر المسلمين يعني حسب المجلس الإسلامي لسويسرا ذكر المسلمين بأن بالأيام السوداء التي يعني عندما تم صوت السويسريين على منع المنارات للمساجد في البلاد عدد نسبة المسلمين لا تتعدى يعني خمسة بالمئة أو أوقل من ذلك من عدد السكان يعني 8 ملايين نسمة وهذا طبعا يعني لا يستدعي الكثير من المخاوف من المسلمين رغم أن الدولة والحكومة يعني دعت المصوتين المقترعين السويسريين أن لا يصوتوا ضد حضر الحجاب وكانت النتيجة متقاربة 48% أو مقابل 50% الذين صوتوا لصالح حظر النقاب لكن هذا طبعا ليس جديد في دول أوروبية فرنسا حضرت لبس النقاب والحجاب في الكثير في الأماكن عامة هولندا وبعض الدول الدانيمارك وبلجيك لديها بعض القرارات التي تحضر ارتداء الزي الإسلام في الأماكن عامة لكن كما أشرت هذا جزء من النقاش الإسلام حول الإسلام الذي نتج عن طريق عن الهجرة الجماعية التي في عام 2015 وأصبح هذا النقاش جزء من أجل التقويل من الإسلام ومن أجل أيضا تحقيق مكاسب سياسية على الأرض وهذا شاهدناه في الفترة الأخيرة من القرارات التي اتخذها الرئيس الفرنسي ماكرون نترك صحيفة ونتحول إلى موقع ميدل إيست مونيتور الذي تناول الانتخابات الفلسطينية المرتقبة بدءا من مايو آيار القادم وكتب الموقع عباس يسعى لوأد الفتنة في حركة فتح قبل الانتخابات الفلسطينية هل دكتور يرى الموقع إذا ما كانت هذه الخلافات في حركة فتح مبررا ربما لإلغاء الانتخابات القادمة يعني هناك بعض الإشارات تقول أنه عباس قد يلق الانتخابات البرامانية والرئيسية المقررة في أيار مايو وفي تموز يوليو المقبل لكن يعني هذه وآشار أنه عباس أكثر من المرة خلال الخامسة العشر الماضية خاصة عاما الماضية يعني أعلن عن الانتخابات وثم ألغاها الآن هو يواجه مشكلة في داخل حركة فتح وبالتحديد القائمة المشتركة التي تحدث عنها ناصر القدوة وحد قادة حركة فتح هذا طبعاً الآن يشير أنه لن يصوت أو لن يحضر جلسات اللجنة المركزية لحركة فتح كذلك أيضاً في قلب النقاش هو دور مروان برغوثي ومروان برغوثي حسب الاستطلاعات إذا تم إجراءة انتخابات فأنه سيكون فائز على عباس وكذلك على اسماعيل هنية قائد حماس في غزة ولهذا السبب هناك مغوف من أن يؤدي الانشقاق بداخل حركة فتح ومحاولة عباس أن يتعامل معه قد يؤدي إلى الغياء الانتخابات وغير أنه عباس بحاجة إلى خطوات جيدة للإدارة الأمريكية الجديدة كذلك عدد من المسؤولين الأوروبيين يحطوا الرئيس الفلسطيني على المضي في الانتخابات المقبلة هذا طبعاً نحن أمامنا شهرين تقريباً وسنرى إذا جرت الانتخابات أم لم تجري لكن دكتور باختصار شديد لو سمحت ما سبب هذه الخلافات أصلاً في حركات فتح هو محاولة عباس السيطرة على كل مفاصل السلطة في الفقار الفلسطيني طبعاً عباس يسيطر على كل شي بداخل الحركة هناك أيضاً من حسب تصريحات ناصر القدو هناك نوع من عدم الرضا بالسياسات التي تقوم بها حركات فهي تسيطر على الضفة الغربية وأن هناك يجب أن يكون هناك قائمة غير قائمة فتح يعني مستقلة عن قائمة فتح وهذا طبعاً أثار الكثير من النقاشات بالإضافة إلى إمكانية انضمام البرغوثي لهذه القائمة وهذا طبعاً يخيف عباس لأنه عباس في 85 عاماً والبرغوثي في سنتينات من عمره إذا كان ترشح فغيسي فوز ألاقي المشكلة لتراحل الكثيرين هو كيف سيكون البرغوثي للدولة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني وهو وراء القضب والسجن خاصة أن إسرائيل رفضت الإفراج عنه وكما شاهدنا في الصفقة الأخيرة مع حركة حماس للإفراج عن شاليت آخر ما لدينا من عنوين معك دكتور إبراهيم اليوم ضمن الصحفة البريطانية هو هذا العنوان الذي اخترناه من موقع وضروري للحماية بعد هجوم العراق هل تصريحات وزير الدفاع الويديوستين هي تصريحات تهديد إنجاز هذا التعبير باتجاه إيران يعني في المعنى الآخر هي عبارة عن تهديدات وتحذير والرسالة إلى إيران بأن عليها أن ترتب أوراقها مع الحركات الشعية أو الجماعات الموالية لها في العراق وسوريا وأن أي محاولة ضرب مصالح أمريكية في العراق وسوريا فسترد أمريكيا عليها وهذا طبعا جزء من الاستراتيجية التي تابع يتبنها بايدن لأنه بايدن عندما جاء وعلن أثناء الحملة الانتخابية أنه سيعود إلى الاتفاق النووية اتهمهم كثيرا بأنه سيغض ضرب عن أي تصرف أو سلوك إيراني تجاه المصالح الأمريكية في العراق والسوريا أو أي مكان ومن أجل المضي في العودة في الاتفاقية النووية لكن طبعا بايدن في الشهر الماضي قام بضرب جماعات أو هدف على الحدود العراقية السورية بالأجل أنه متشدد الكثير من المعلقين قالوا أنه بايدن كان أكثر تشددا من ترامب لأنه الضربة جاءت بدون صوت وبدون تغريدات وبدون تهديدات وغير ذلك ولذلك أو خطوط حمراء كما تحدث أوباما عندما هدد النظام السوري أنه إذا استخدم السلاح الكيمو فأنه سيضر ثم تراجع فهي طبعا هي جزء من الضغوط على إيران بأن إدارة بايدن مستعدة للرد على أي تحرش أو أي هم يتحدثون عن دفاع عن الأمريكيين إذا تعرضوا لهجامات من إيران وجماعتها الوكيلة في المنطقة بالإضافة لأنهم مستعدين للتعامل مع إيران دبلوماسيين وإذا لاحظت الضربة الأمريكية في الشهر الماضي تمت في الوقت الذي أعلنت فيه أمريكا على سان وزارة الخارجيات أنها مستعدة للتفاوض العودة للتفاقين النووي لكن إيران كما كنا أكتب مرة لا تريد التفاوض مع إيران بدون رفع العقوبات المفروضة عليها نعم وإيران قالت أنها ستضرب إذا ما تعرضت مصالحها للخطر أشكرك جزيلا دكتور إبراهيم دارويش كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب شكرا جزيلا لك ودعونا مشاهدينا نتحول إلى هذه الجولة من الأخبار الدولية في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ بالنايف يتعرض للتعذيب وضغوط على بايدن بشأنه صحيفة إسبانية سياسة بايدن لا تحمل خيرا للفلسطينيين لماذا يتضاءل نفوذ باكستان في الخليج نشرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية تقريرا أكدت فيه تعرض رئيس بايدن لضغوط لتأمين الإفراج عن الأمير محمد بن نايف الذي تؤكد روايات مقربين منه فقدانه القدرة على المشي بدون عكاز جراء التعذيب ووفق التقرير فإن بن نايف كان رجل المخابرات السعودية الأول والأقرب لواشنطن وتمكن من الوصول إلى ولاية العهد قبل أن ينتزعها منه محمد بن سلمان عام 2017 وبالنظر إلى مكانته لدى الأمريكيين والغربيين ومساهماته في مكافحة الإرهاب فإن الضغوط بشأنه ازدادت على بايدن بعد نشر تقرير خاشخجي نشرت صحيفة إل سالتو دياريو الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الخطاب الديمقراطي الذي لا يحمل بشائر الخير للعرب عامة والفلسطينيين خاصة وينبئ باستمرار السياسة الأمريكية المعهودة بشأن الالتزام بتسليح الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن مصالحه في المنطقة وقالت الصحيفة إن الكثير من المحللين كانوا يأملون أن تعمل إدارة بايدن على إصلاح الأخطاء التي ارتكبتها إدارة ترامب ولكن هذه التوقعات خاطئة خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية حيث يتوهم البعض أنه يمكن لبايدن أن ينجح فيما فشل فيه سلفه ترامب نشر موقع ميديل إيست آي البريطاني تقريرا صلط فيه الضوء على ما قال إنه تراجع لنفوذ باكستان في الخليج العربي واعتبر التقرير أنه على خلاف الهند الذي يتنام نفوذها في المنطقة فإن حضور إسلام آباد يتراجع وقال التقرير إن علاقة الهند مع إسرائيل وحالة التطبيع الجديدة بين تل أبيب والخليج ساعد على تقوية العلاقة مع نيو ديلهي على حساب إسلام آباد الرافض للتطبيع كما يتمثل تدهور العلاقات مع باكستان في موقف دول الخليج الضعيف من كشمير وفضائع الهند الآن مشاهدين نتحول وإياكم إلى فقرة كاتب ومقال المقال الذي اخترناه هذا اليوم تحت عنوان خيارات بايدن الصعبة في أفغانستان كتب هذا المقال حسن أبو هنية وهو الخبير أيضا والمتابع لشؤون الجماعات الإسلامية ورحب به وبانضمامه أيضا معنا عبر سكايب في هذه الفقرة أستاذ حسن بداية أهلا بك معنا أهلا وسهلا بك دعنا نبدأ من العنوان مباشرة ما هي هذه الخيارات الصعبة التي تقف أو تجلس ربما على طاولة جو بايدن باتجاه أفغانستان أعتقد بأن خيارات بايدن فعلا خيارات صعبة ربما مستشارين العسكريين لبايدن قدموا خيارات ثلاث لا أكثر ولا أقل إما أن يلتزم بايدن في هذا الاتفاق الذي وقع في الدوحة في شباط فبراير 2020 العام الماضي وبالتالي يتم الانسحاب في مايو أيار الماضي وإما أنه يخور جولة من المحادثات مع حركة طالبان لمحاولة تأجيل موعد الانسحاب القوات الأمريكية وكذلك قوات التحالف الدولي والنيتو وإما أنه يضرب عرض الحاط بهذا الاتفاق ويتنصل كما فعل مع الاتفاق النووي الإيراني إترامب من قبل وبالتالي هذه الخيارات المحدودة فقط لأمام الرئيس بايدن الخيارات متعلقة دائما بمسألة التعامل مع طالبان هناك بالتأكيد هو التحدي الكبير هو حركة طالبان لأن الولايات الأمريكية جاءت بحكومة بعد إسقاط حركة طالبان في نهاية 2001 بعد هجمات سبتمبر وبالتالي إذا أثت بحكومة هي موالية الولايات الأمريكية بدأت بكارزاي وانتهت بأشرف غني وهي حكومة ضعيفة تعتمد على دعم الأمريكي وجود قوات الأمريكية وقوات التحاجف وبالتالي المعضلة الكبيرة التي واجهتها أمريكا في هذه الحرب الدائمة هي وجود حركة طالبان كحركة كانت تسيطر على أفغانستان وهي تمتلك نفوذ واسع وقوي وهي تسيطر وبعد أكثر من قرابة حوالي أقدير من الزمان لا فزال أمريكا لم تستطع أن تكسر هذه الحركة على الإطلاق واضطرت إلى الدخول معها في تفاوض وفي النهاية بدون حتى إدخال الحكومة الأفغانية بهذا التفاوض طيب الآن قرار ترامب بالانسحاب من أفغانستان أو ربما قبل ذلك تقليص أعداد الجنود الأمريكين إلى نحو 2500 ثم مسألة الانسحاب المرتقبة في مايو أيار القادم هذا القرار من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واجه رفضا كبيرا من ضباط ومن خبراء أيضا عسكريين في الولايات المتحدة ذكر المقال فكرة أن جو بايدن وإدارته الآن يناقشون هذا القرار الذي اتخذه ترامب قبل نحو عام تقريبا من الآن باعتقادك ما القرار الذي ستخرج به إدارة ترامب هل من الممكن أن يعدل بايدن عفوا هل من الممكن أن تعدل إدارة بايدن عن الانسحاب من أفغانستان كليا بأعتقد هذا هو ربما يكون هو الاحتمال الراجح يعني دائما الواتعة الأمريكية لم تلتزم على الإطلاق باتفاقياتها على مدى التاريخ هذا التفاوض وبالتالي شهدنا مؤخرا كيف فعل ترامب مع الاتفاق النووي الإيراني بحيث ألقى به في سلات القمامات ثم بعد ذلك يعني وكأن شيئا لم يكن وهذا يمكن أن يفعل بايدن في أفغانستان ببساطة وأعتقد هذا هو في النهاية قد يكون حل لكن الموضلة في أفغانستان بأنها هناك حركة راديكالية ليست براجماتية غير مستعدة لتقديم التنازلات وهي في نفس الوقت تتطرف كحركة منتصرة يعني على مدى عشرين عام لا تذكر أمريكا أن تكسر نفوذ حركة طالبان وترسخ حكومة هناك بالتالي أصبحت مهمتها شاقة وبالتالي علا هناك استعداد لحركة طالبان أن تخوض حرب بنهاية يعني في النهاية ما طرحت الولايات التحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب الباردة وخصصا بعد 11 سبتمبر بما يسمى مفهوم الحرب الأبدية والحرب التي لا تنتهي هذه الحرب المفتوحة في الزمان والمكان الذي كان يفترض كما قال رامس أن تكون حرب أجيال حول ما يسمى عدو لا مرئي وهو الإرهاب تمثل فداء بغزو أفغانستان هذه الحرب النهائية بدأ أن هناك حركة طالبان أكثر استعدادا لخوض حرب أبدية أو لا نهائية أو حرب مفتوحة في الزمان وهذا ما جعل الكلفة عالية هذا هو في النهاية ما سيحسم قرار بايدن لأنه يعلم حتى لو أخر على مدى سنة أو أكثر أو سنوات أطول في النهاية لن يستطيع على الإطلاق أن يغير هذه المعادلة في داخل أفغانستان وبالتالي الكلف ستزداد على الولايات تحد الأمريكية وخصوصا عن بروز مخاطر أخرى وتغير البنية الجيو البوليتيكية والجيو استراتيجية في العالم ووجود مخاطر وخصوصا التحدي الصيني بالنسبة للولايات الأمريكية ومبدأ إعادة التوازن هذا ما يجعل ربما أمريكا قد تضحي وبالتالي تتخذ قرار الانسحاب لكنه في النهاية قد تخوض محاوضات شط لمحاولة تعديل هذا الاتفاق أو في النهاية تأجيل الانسحاب برئيث ما تتمكن الحكومة المحلية من إنجاز نوع من الاتفاق مع طالبان على الوصف الذي تفضلت به الآن أستاذ حسن هل هي مشكلة الولايات المتحدة في أن هذه الحركة هي حركة راديكالية غير براغماتية متحجرة فيما يتعلق تحديدا بأيديولوجيتها التي لا تعترف من خلالها أيضا بالحكومة الأفغانية والتي لا تعترف كذلك بالعملية الديمقراطية تعتبرها نظام كفر ونظام ردة هل هذه هي مشكلة الولايات المتحدة مع جماعة طالبان أم أن الأمر لا ربما يمتد إلى ما أبعد من ذلك خاصة أن طالبان من خلال هذا الاتفاق الذي حصل في الدوحة يعني أعطت ضمانات أو وافقت على الأقل على أن لا تعمل الجماعات الإرهابية بين قوسين كما ينص الاتفاق داخل الأراضي التي تسيطر عليها وبالتالي ما الذي تريده الولايات المتحدة أكثر من ذلك هو هذا ربما كان هذا هو جوهر الاتفاق مع حركة طالبان هو أن تنسحب لكن مع ضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية كما حدث في 11 سبتمبر عندما استخدم تنظيم القاعد الأراضي الأفغانية لعمل تنفيذ هجوم هجمات نيويورك وواشنطن في سبتمبر 2011 وبالتالي أمريكا تريد أن تبطي هذه المنطقة لا تعود كما كانت سابقا وليس بالضرورة أن تفك الارتباط وحتى في الاتفاق بالمناسبة لو أن هناك نص على أن تفك مثلا الارتباط بالقاعدة أن عدم استخدام هذه الحركات أفغانستان كمنصة لعمليات خارج تستهدف الولايات تحدي الأمريكية أو حلفاء الولايات تحدي الأمريكية وبالتالي هذه تبقى مخاوف نعلم أن كل حلفاء واشنطن وحتى الخبراء في واشنطن يقولوا أن هذه عملية غير مضمونة وبالتالي قد تضر أمريكا أن تعود مرة أخرى يعني كما حدث في العراق عندما انسحبت الإدارة الأمريكية في نهاية 2009-2010 ولكن في النهاية اضطرت إلى العودة مع بروس تنظيم الدولة وبالتالي هذا هو المعادلة ولكن أمريكا نعلم أنها في النهاية قوة أمبريالية ترتكز إلى مقهوم الحرب وإلى التوسع والهيمنة والسيطرة وبالتالي قد تعود دائما أمريكا لأن هناك التزامات بهذه القوة ولكن هناك كلف أصبحت عالية جدا بدون أي حدوث أي مكاسب إضافية لأمريكا في داخل أفغانستان وخاصة كما قلت مع بروس مخاطر إقليمية عديدة ومخاطر دولية ويعني كراجع الدور الأمريكي في المنافسة الإقتصادية في دقيقة لو سمحت إلى أي الخيارات نحن أقرب ربما أعتقد أنه تأجيل محدود يعني يحاول زلماي نعم زاد يعني المضغوث الأمريكي نعلم أنه خاض اتفاقيات يعني أعتقد بأنه سيحاول فقط عملية تأجيل تأجيل عملية الانسحاب لا أكثر ولا أقل لا يملك أكثر من ذلك في النهاية هناك 2100 جندي فقط ولا تتمكن هذه القوة من الحفاظ على قدر كبير من الاستقرار ودعم حكومة عشر أفغاني وبالتالي لا يريد هو أن تعود يعني بمعنى أن تسيطر حركة طالبان على المشهد في أفغانستان دون وجود هذا الاتفاق فأمريكا حريصة على أبقاء هذا الاتفاق وبالتالي عدم استخدام الأراضي الأفغانية لأنها تعلم إذا انسحلتنا هذا الاتفاق هذا يعني بأن أمريكا ستصبح يعني ليست في مأمن من هجمات طالبان أو الحركات التي هي الراديكالية المتحالفة مع حركة طالبان هذا أعتقد هو أهم عملية الانسحاب وتأمين نوع من عملية الانتقالية يعني السلسة مع حكومة أشرف غني شكرا جزيلا لك حسن أبو هنية الكاتب والخبير أيضا في شؤون الجماعات الإسلامية شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة دعونا مشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود عدنا إليكم من جديد مشاهدين ما بعد الفاصل والآن سننتقل وإياكم إلى قراءة في عنوين الصحافة العربية وقبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب من ضمام ضيفنا هنا في الستيديو الصحفي يحيى عياش لمعرفة التفاصيل من خلاله يحيى بداية أهل الفكة معنا وسأبدأ من صحيفة فلسطين الصحيفة التي عنونت وكتبت هذا اليوم استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خان يونس والمقاومة تفتح تحقيقا متى في تفاصيل هذا التطور الميداني نعم هذه الحادثة تأتي في ظل حالة الهدوء الميداني التي تشهد وقت غزة في الفترة الأخيرة لكن الحادثة شهدت غموض في البداية قالت وسائل الإعلام فلسطينية أنه ناتج عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأحد مراكب صيادين فلسطينيين في خان يونس لكن صارع الاحتلال إلى نفع علاقته بهذا الحادث بدورها المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات ما حدث بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة حتى الآن لا نتائج لهذا التحقيق لكن مصادغ رسمية تشير إلى تورط الاحتلال الإسرائيلي ربما فيما حدث لكن على كل خلال الساعات القادمة سيكون هناك بيان رسمي لما حدث بحق فلسطين سواء فجار داخلي أو استهداف من الاحتلال الإسرائيلي نعم ستتكشف كامل التفاصيل فيما يتعلق باستشهاد هؤلاء الثلاثة في قادم الوقت إلى حين صدور أي قرار رسمي هناك في قطاع غزة وتحديدا ربما من المقاومة التي كما يقول عنوان بأنها فتحت تحقيقا في مجريات ما جرى نترك صحيفة فلسطين ونتحول الآن إلى عنوان آخر هذه المرة من صحيفة الأخبار اللبنانية الصحيفة كتبت وعنونت أحزاب السلطة تخطف الشارع اليوم لبنان يشهد احتجاجات كبيرة لليوم السابع على التوالي هذه الاحتجاجات ربما الدافع الرئيسي لها التدهور الكبير والحاد للعملة اللبنانية أمام الدولار لكن الاحتجاجات والتدهور الاقتصادي والمعيشي هي النتاج أزمة سياسية تشهدها لبنان صحيفة الأخبار تقول أن السلطة ومكونات السلطة تتحكم بالشارع كلما خرج الشارع للتعبير عن مطالب حقيقية بدأت مكونات السلطة في توجيه هذه الاحتجاجات بما يخدم مصالحها وبما يوجهها لخصومهم السياسيين هذه الأزمة أيضا مثل ما ذكرت هي تتزامن مع تعثر حتى اللحظة جهود تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري في ظل تعنت جميع الأطراف وعدم تقديم أي تنازلات أيضا الصحيفة تتطرق إلى ما صرح به رئيس حكومة تصريف الأعمال قبل يومين بأنه قد يضطر إلى الاعتكاف وعدم تادية مهامه لزيادة الضغوط من أجل تشكيل الحكومة التي طال انتظارها وفي حال قام حسان دياب بتطبيق هذا التهديد ستصبح لبنان من دون حكومة كليا إلى حين التوافق ربما على حكومة جديدة هذا سيزيد الأمر تعقيدا أكثر فأكثر وسينعكس أكثر أيضا على الوضع الاقتصادي المتدهور في الأيام الأخيرة نترك صحيفة الأخبار اللبنانية ونتحول هذه المرة إلى عنوان آخر وصحيفة اللواء تقول أن السعودية تحذر العالم وتقول إرهاب الحوثي يستهدف إمدادات الطاقة وهي تطورات ميدانية كبيرة هناك في اليمن باتجاه السعودية بالفعل من الملاحظ خلال الأيام الأخيرة أن هناك تكثيف من الحوثيين لهجماتهم ضد مواقع السعودية سواء عن طريق الطائرات المسيرة أو عن طريق الصواريخ الباليستية اللافت مؤخرا وفي هذا الاستهداف الأخير أنه طال منشآت نفطية في السعودية وزارة الطاقة السعودية حذرت العالم بأن إمدادات النفط أو إمدادات الطاقة ربما تتأثر بفعل هذه الهجمات المتزايدة رغم أنها أكدت أن القصف الأخير لم يؤدي إلى أضرار أو خسار في إمدادات النفط بالتزامن مع هذه التطورات أطلقت تحالف الذي يقوده الرياض عمليات مكثفة أو وصفها بالنوعية ضد الأهداف الحوثية تحديدا في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون ومنذ مدة تقريبا لم يقصف التحالف في العاصمة اليمنية صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية وهذا كله يأتي في ظل حديث كبير عن احتمالية الوصول إلى حل سياسي لكن الوقائع الميدانية تشير إلى غير ذلك تماما في ظل استمرار الجماعة الحوثية بقصف الأراضي السعودية دعونا الآن مشاهدين نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ومن ثم نعود في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ قرد في حديقة حيوانات بأمريكا تتلقى لقاحات كورونا خاصة شاب هندي يتحرك على طاولة التشريح بعد إعلان وفاته مؤسس تويتر يعرض أول تغريدة للبيع لامست المليوني دولار تلقى عدد من القرد العليا في حديقة الحيوانات في مدينة ساندي جولاميركية لقاحا مضادا لفيروس كورونا صمم خصيصا للحيوانات ما جعلها أول رئيسيات غير بشرية تلقح ضد كوفيد تسعة عشر على ما أفاد به مسؤول الحديقة وكانت قرادة غوريلا في هذه الحديقة الواقعة في جنوب كاليفورنيا أصيبت بفيروس كورونا يناير الفائت فأخضعت للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض وكانت هذه أول حالة معروفة لانتقال الفيروس بشكل طبيعي إلى القرادة الكبيرة تحرك جسم شاب هندي على طويلة التشريح بعد إعلان الأطباء وفاته جراء حادث دراجة نارية بمدينة ماهلينجوبور في ولاية كارناتاكا الجنوبية وقال موظف في هيئة الرعاية الصحية إن بوادر صدرت فجأة عن الشاب تشير إلى أنه ما يزال على قيد الحياة لفتا إلى أنه نقل نهاية الأسبوع الماضي وهو في حالة حرجة إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته وأكد مسؤول صحي الرواية وقال إن الشاب نقل إلى مستشفى آخر حيث تتحسن حالته عرض رئيس شركة تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق للبيع وقال دورسي إن تغريدته الأولى أسست منصة تويتر للتو وقال دورسي إن تغريدته الأولى أسست منصة تويتر للتو التي نشرها في عام 2006 عرضت للبيع باعتبارها توقيعا رقميا فريدا وذلك على موقع لبيع التغريدة النادرة كرمز غير قابل للاستبدال وأتلقت تغريدة دورسي التي نشرها في حسابه في مارس 2006 على عروض خيالية خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع فاليابل سبيسانت الجمعة الآن إلى الصحافة العبرية هذا العنوان الذي اخترناه من موقع والله العبري يقول الموقع في عنوان خطة عسكرية جديدة للقتال أمام حماس يحيان ما هي هذه الخطة بداية الخطة طرحت خلال نقاشات عسكرية ما بين قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما حسب ما ذكر الموقع عقدت قبل سبعين وتتزامن مع إعلان الاحتلال عن إنهاء بناء جدار تحت الأرض لمواجهة الأنفاق المنطلقة من قطاع غزة الخطة تتضمن استخدام أسلحة جديدة لمفاجأة مقاتلي حركة حماس ومحاولة تشتيتهم والسيطرة على سواء قيادتهم أو حتى العناصر يعني يقول التقرير أنه ربما يعني يهدف الاحتلال إلى قطع التواصل ما بين القيادة والجنود على الأرض أيضا الخطة تتضمن التركيز على استهداف المباني الشاهقة التي يزعم التقرير الإسرائيلي أن حركة حماس تضع بنيتها التحريطية العسكرية في هذه المباني ما دفع الجنود الإسرائيلي أو القادة الجيش الإسرائيلي إلى وصف الجولة القادمة من القتال بأنها ربما تكون جولة مدمرة في قطاع غزة هو يعني الحديث طرح بشكل أساسي تزامنا مع مناسبة الانتهاء من بناء الجدار وربما يعتقد الاحتلال أن أزال تهديدا استخدمه بشكل لافت في حرب 2014 وهي الأنفاق وإقتحام عناصر من حركة حماس للمستوطنات المحاذية لقطاع غزة وفي كل مرة تبدأ إسرائيل في حروب من حيث انتهت في الحروب السابقة لذلك تبدو فيها الحروب كل مرة أكثر دمارا من التي تسبق وأنا أشكرك جزيلا على حضورك معنا اليوم الصحفي يحيى عياش ودعونا مشاهدين نتوقف عند آخر أخبار فيروس كورونا ونعود كبار السن ينعيشون شركات السياحة ببريطانيا بعد تلقيهم المطاعيم قال موقعها فينتون بوست إن حصول كبار السن على المطاعيم الخاصة بكورونا وجواز سفر المناعة أنعش قطاعات سياحية عديدة تضررت بسبب الجائحة ولقيت فكرة جواز سفر كورونا ترحيبا من قبل صناع السياحة وسفريات حيث تسابقت الشركة البريطانية لتقديم العروض للحاصلين على المطاعم وحتى الآن حصل عشرون مليون شخص في المملكة المتحدة على اللقاح وأغلبهم ممن تزيد أعمارهم عن خمسين عاما فضلا عن البالغين أصحاب الحالات الخاصة والتواقم الطبية ديزني ومتنزهات ودور سينيما تعود لافتتاح جسئي بأمريكا رغم صعوبة الحالة الوبائية في الولايات المتحدة إلا أن المسؤولين في وزارة الصحة بولاية كاليفورنيا منحوا الضوء الأخضر لدور السينيما وديزني لاند التابعة لوالد ديزني وغيرها من المنتزهات الترفيهية استئناف نصاطها بطاقة محدودة بسبب كورونا وحددت السلطات الصحية في الولاية سعة الحضور بما يتراوح ما بين 20% و30% ما يعني عمليا إعادة آلاف الأشخاص إلى العمل ومساعدة الأعمال التجارية المجاورة وفتح المجال للترفيه عن الأطفال والعائلات بعد سنة قاتمة من الإغلاقات الآن إلى آخر ما لدينا في جولة الصحافة وهي قراءة سريعة في عنوين بعض المواقع الإلكترونية سأبدأ من موقع الجزيرة نت الموقع كتب هنا النائب الأول للرئيس الأفغاني جاهزون للتفاوض مع طالبان لكن لا نقبل بمصالحة تفرض علينا من الخارج المبعوث الأمريكي لأفغانستان يقترح عقد مؤتمر يجمع القادة الأفغان وطالبان لتشكيل حكومة مؤقتة عنوان آخر هنا مرتبط بذات العنوان الرئيسي في مباحثات بالدوحة رئيس وفد طالبان يلتقي مبعوث واشنطن وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان وواشنطن تقترح حكومة بمشاركة طالبان هل تخرج أفغانستان من دوامة العنف نترك الجزيرة نت ونتحول إلى موقع آخر الخليج الجديد إعلام هندي يقول فيلق القدس الإيراني وراء التفجير قرب السفارة الإسرائيلية بن يودلهي وسعر خامي برينت يتجاوز سبعين دولارا للمرة الأولى منذ أكثر من عام أيضا ضمن العنوين السعودية اعتداء يسهدف ميناء رأس النورة ومرافق أرامكو بالظهران وزير الخارجية اليمن يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر هارتس أردغان يستعد لضغوط شديدة من بايدن إلى متى سيصبر رئيس أمام قوة أو رئيس أهم قوة في الشرق الأوسط ما تقوله صفقة الأسلحة الإماراتية عن الولايات المتحدة وتحالفاتها في الخليج الجديد موسكو وواشنطن ودمشق ثالثتهما قبل تقرر وقف تصنيع أجهزة آي ماك برو نترك موقع الخليج الجديد ونتحول إلى قراءة في العنوين الرئيسية لموقع عربي واحد وعشرين يتساءل الموقع عبر عنوان له محيثيات تشكيل مجلس عسكري موحد في إدلب السورية أيضا انتقادات واسعة لماذا همشت زيارة البابا السنة بالعراق وهل تقود محادثات المتوسط لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا قيادي في فتح لن نسمح بتكرار تجربة 2006 والانتخابات مفصلية البطريارك الراعي اللبنانيون في أزمة انتماء ويدعو للتصالح ناشطون فكهان السيسي مشهد مكرر من الستينيات اللقاءات أو انتقادات للتعديل الوزري بالأردن وناشطون تبديل كراسي ما آثار تراجع مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبعد فوزه بالرئاسة لابورتا يزف أول خبر صار لعشاق برشلونة نترك موقع عربي 21 ونتحول إلى قراءة في عنوين موقع بي بي سي عربي ميغان عانت من أفكار من أفكار انتحارية والأمير هاري لم يجد من يلجأ إليه لماذا تعتبر مقابلة الأمير هاري وزوجته مع أوبيرا وينكري مثيرة للجدل أيضا ميغان ميركل تقول الحياة في القصر الملكي مختلفة عما يتخيله الناس السعودية تدين استهداف أمن إمدادات الطاقة العالمية بطائرات مسيرة ومقتل وإصابة المئات في انفجارات ضخمة في غينيا الاستوائية والبابا في الموصل أيضا إخوان لابورتا يعود لرئاسة برشلونة بعد غياب أكثر من عشر سنوات نكتفي بهذا القدر مشاهدين من العنوين ونصل إلى ختام جولة الصحافة نشكركم على المتابعة هذه أطيب المنا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر